من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدات أم ضيق أم إطهاد أم قوع أم عري أم خطر أم سيب كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار من سيصلنا عن محبة المسيح أشدات أم ضيق أم إطهاد أم قوع أم عري أم خطر أم سيب كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار من سيصلنا عن محبة المسيح أشدات أم ضيق أم إطهاد أم قوع أم عري أم خطر أم سيب كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار بسم الآب والاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين رسالة يعقوب إصحح خمسة من آية تسعتاشر وعشرين بركاته فلتكن معنا أمين أيها الإخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كسرة من الخطايا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم رسالة يعقوب أخ الرب تتكون من خمس إصححات وابتدى بالتدريج زي سلم ينقن من إصحاح لإصحاح في الإصحاح الأول تكلم عن موضوعين تكلم عن التجارب والمحن ركز على بطرس الأولى بس تكلم عن التجارب والمحن والتجارب والمحن دي ضرورية لأن لابد أن تأتي التجارب طريق المسيح مش مفروش بالورود والريحين لو كان طريق الناس بترتاح فيه عالميا وجزدانيا كان على الأقل كل العالم دخلوا فيه والعالم كله تحول للمسيح ليس حبا في المسيح لكن حبا في الراحة وده ما هوش الحب اللي يحبه واحد يحب المرار معاه قبل الحلاوة معاه لأن إن لم نتقلم معه لا يمكن أن نمجد معه هذا الموضوح خد في الإصحاح الأول من آية واحد لآية 18 باقي الإصحاح اتكلم عن الاستماع والعمل يعني إيه يعني ما تسمعش بس تسمع وتعمل باللي انت سمعته وده راب لنا مثل قال لما تبص في المراية وتشوف أي رتوش مش نظيفة في وشك وتقول آه الحتة دي مش نظيفة وتاخد بعدك وتمشي وما تصلحش الهندام أنت عملت إيه علشان كده بيبقى الجزئية التانية أن نحيا الكلمة نعيشها دايما أقول أن الأديان الأخرى تقول لك اقرأ الأديان الأخرى تقول لك احفظ لكن المسيحية ما بتقولش عن كلمة الله لا اقرأ ولا احفظ بتقول لك كل وجد كلامك كالشهد فأكلته وكلمة تاكله يعني تهدمه يعني تكتر عليه يعني تلهك في نموص الله نهارا وليلا فتبقى زي الشجرة المغروسة على مجار المياه دخل في الإصحاح التاني لموضوعين الموضوع الأولاني تحذير من المحاباة ودخل 13 آية أكتر حاجة تزعل ربنا وتزعل الإنسان أن نتعامل الإنسان بمكيالين يعني واحد تفوت له حاجة والتاني تمسك له عليها لما تلاقي الغاني وتحبيله والفقير تيجي عليه ده بيزعل ربنا جدا ده حتى عندنا مثل هنا في مصر بتقولوه المساواة في الظلم عدل المساواة حتى في الظلم عدل كلمة المحاباة لأن اللي بيحاب ما بيخافش ربنا لما بشوف واحد شكته جديدة أعمله ألف حساب ولما شوف واحد شكته مكسورة أجي عليه ومعرفش أن فيه إله ليه لأن فوق العالي أعلى والعالي فوقهما فاتكلم عن المحاباة وحذر الجزئية التانية في الإصحاح التاني من 14 ل 26 اتكلم عن الإيمان والأعمال وحل المشكلة وأنا قلت كلمة إيمان وأعمال كلمة ركيكة شوية لأن أنا مش عايز إيمان زائد أعمال لكن عايز إيمان عامل وضربتلكم مثل مش عارف إن كنتوا فاكرين ولا لا قلتلكم لما جيت لواحد جنيني وأنا عندي جنينة قدام البيت مثلا قلت له عايزك تزرع لي شجرة موز مسمرة راح جاب شجرة موز عقيمة وزرح لي واشترى صباطين ثلاثة موز من السوق وعلقهم فيها وقال لي تعالى استلم النخلة والشجرة بتاعت الموز بصيت فيها كده قلت له أنت بتخدعني قال لي ليه هذه الشجرة وها هذه السمرة نقص إيه قلت له لا أنا مش عايز شجرة والسمرة أنا عايز شجرة أنا مش عايز إيمان وأعمال لا أنا عايز إيمان عامل بالمحبة فيكون الأعمال هو سمرة الإيمان وكأن الخاتم اللي بيختم أنا في أيمان أرني إيمانك بكلامك أما أنا في بأعمالي أريك إيماني الإصحاح الثالث برضو مقسوم لإسمين من واحد لاثناشر اتكلم عن اللسان ومصايب اللسان وضبط اللسان ودنا تشبهين التشبه الأولاني قال لنا المركب المركب الكبيرة دي اللي أنت شايفها بتقودها دفة صغيرة تتحكم فيها وإنت يا إنسان يا طويل بيقودك حتة لسان طوله ما يجيش تمانية تسعة سنطي وهو مضرب من جهنم وكلمنا على إن اللسان لا يمكن ضبطه أبدا وخلي بالك اللسان تسلمه الربنا يتكلم وتسلمه في نفس الوقت للشيطان يتكلم ودي حصلت مع مين مع بطرس لما قال ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي قال له دي مش منك الآب تكلم على لسانك بطرس كده تنفخ كويس إن الآب تكلم على لساني من دون التلاميذ فحب يفهمه مش يعني معنى إن الآب تكلم على لسانك إن الشيطان ما يجرؤش ويجي يتكلم على لسانك فقال لهم نحن سعدون إلى أورشاليم وابن الإنسان يسلم للكهنة والكتبة وإيه يتصلب ويحصله ويحصله فقال له بطرس حشاك يا رب أن تصلب قال له اذهب عني يا شيطان ما كانش بيقول له بطرس كان بيقول للشيطان اللي تكلم على لسان بطرس فالآب تكلم على لسان بطرس والشيطان تكلم على لسان بطرس في نفس الوقت عشان كده أخلي بالك ممكن لسان اللي بيستخدمه دلوقت يروح الله ممكن في خمس دقايق استخدمه الشيطان وخليني أتخانق وأزعل وزعق واعمل 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 لازم أخلي بالي لازم أخلي بالي درب لنا المسألة الثانية قال إن أي حاجة شجرة الشوق تطلع شوق شجرة التين تطلع تين الينبوع المية المر يطلع مر والحلو يطلع حلو لكن اللسان لا اللسان يطلع الحلو والوحش والمر والنافع وكان بيتكلم ويوضح لنا كده ابتدى يقول لنا في الجزئية الثانية في الإصحاح الثالث إيه الدوافع اللي تخلي الإنسان يتكلم للعالم بالشيطان ويتكلم لله في ألفين وعين من الحكمة حكمة أرضية وحكمة سماوية ودخدت من 13 ل18 لغاية آخر الإصحاح وضح لنا الحكمة الأرضية الحكمة الأرضية جهالة أمام الله لأن الحكمة الأرضية سطحية والدليل على ذلك أنه بتتغير يعني ممكن واحد يقول حكمة وييجي التاني يقول لك لا بعد شوية الحكمة دي مش نافعة ننزل حكمة أفضل منها أما الحكمة السماوية فهي نازلة من عند قبل أنوار مفاش لظل دوران وضح لنا الحكمة نيجي للإصحاح الرابع اتكلم برضو عن الخضوع ورنا من آية 1 ل 12 أحسن حاجة ربنا بيحبها أنك تغضع له الخضوع لله أفضل من تقديم الزبايح الله يفضل الاستماع ولذلك كنسيتنا ركزت قفوا بخوف من الله لنسمع لنسمع الإنجيل المقدس مرة واحد جه حضر عندي جه كان عايزني والشخص ده غير مسيحي وأنا كنت مصلي قداس في بلاء فوقف من وراء وهو واقف بعد ما خلص القداس وطلعته وقابلته قال أنا سمعت حاجة بيقولوها في الإنجيل اللي بيتقري قلت له ايه هو قال بيقوله نقف مش عارف ايه عشان نسمع هو الناس اللي موجودة طرش قلت له لك حق لا مش طرش الناس سمحهم ستة على ستة ولا قوي جدا 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 بس الشطن بيدخل وياخد زهن الإنسان يخليه يفكر في أمور تكسف ده ممكن وانا واقف أسمع يقول لي ايه الإنجيل هيتقري يقول لي فلانا انت مزورتوش وما سألتش عنه يقول لها على فكرة بعد ما يخلص القدس هتطلع وتروح السوق عشان تجي بيه خضار ويجي بيه أكل ويجي بيه مش وقته ركز عشان كده فمرة في كنيسة الملاك الظاهر ودي قصة حكى الهنة أبونا سويرس أخو أبونا تميساوس الملاك فبيقول مرة كان بيتقري الإنجيل وإحنا بنقرأ الإنجيل البابا كيرولوس كان داخل فأول ما دخل وسمع كفه بخوف من الله راح سابت ورا فهو جري عليه وقال له سيدنا تفضل قال له الإنجيل بيلقفه لسماع الإنجيل وقف في مكانك لغاية ما يخلص الإنجيل ونسمع كلمة ربنا قال وفضل توقف لغاية ما يخلص قرية الإنجيل وبعد كده هو دخل كلمة الله تحتاج لنا إن إحنا يا أحبائي نكون خضعين ليها لكن جي من 13 ل 17 اتكلم عن ناس الناجحة وزي رأي أحد الأباء هو في السماء دلوقتي يقول يا رب احميني من خطية النجاح واحميني من الغنى لأن دول يضيعوني دول يضيعوني فاتكلم فيه لا تفتخر بالغد بلاش تفتخر بالغد اللي هو من 13 ل 17 ما تفتخرش أبدا بالغد آخر إصحاح الخامس اتأسم لقسمين القسم الأولاني الأغنياء اللي رفضوا المسيح وعايشين في ورشاليم وانا سبق قلتلكم إن الرسالة دي اتكتبت قبل خراب ورشاليم يعني اتكتبت سنة 62 ميلادية ورشاليم خربت سنة 70 ميلادية يعني قبليها بـ 8 سنين فالناس اللي عايشين في ورشاليم بيكسبوا ومستريحين وفي بلاتهم لكن اللي قبلوا المسيح فضلوا وراهم لغاية ما تشتتوا وإحنا حتى في المسأل يقولك اللي يطلع من داره يتقلم داره فهو كتب للي في الشتات الزمن بيخبط فيهم ناس تقبلهم وناس ترفضهم فلما يقرنوا نفسهم باللي ما قبلوش المسيح يلاقوا اللي ما قبلوش المسيح مرتحين وأغنياء واللي قبلوا المسيح تعبنين وشربين من كعانهم عشان كده تلاحظ أن في الأول الجزء الأولاني بيحذرهم يقولهم ابكوا أيها الأغنياء على شقاوتكم القادمة اتذهب والفضة وده كله جاي لكم هم كلهم ثمان سنين وانتوا هتتطحنوا مع الحجارة وهتضيعوا والتانيين قال لهم اصبروا في الدقات يعني الأولانيين من واحد لستة والتانيين من اتنين لسبعة ابتدى يقولهم اصبروا في الدقات ولما جه يختم في الجزئية الأخيرة خاتمة الرسالة ابتدى يقدم لنا صلاة الإيمان الإيمان هو أساس كل شيء والصلاة هي المية اللي بتسقي شجرة الإيمان عشان تنمو وتسمر عشان كده ابتدى يقول يوضح لنا إن لو واحد مريض يدعو خصوص الكنيسة اتكلم عن الاعتراف اعترفوا اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات اتكلم عن إن كل البشر في ضحف حتى اللي بيقفل السماء كان إليه إنسان تحت الألم مثلنا اتكلم عن الصبر اللي هو صبر أيوب وجه يختم بالأيتين اللي أنا سبتهم فبدأ في آية 19 أيها الأخوة انضل أحد منكم عن الحق ما هو الحق انضل أحد منكم عن الحق ما هو الحق أول حاجة الطريق أنا هو الطريق والحق نمرة اتنين اللي هيقودنا في الطريق اسمه روح الحق يبقى نمرة واحد الطريق نمرة اتنين القيادة روح الحق نمرة تلاتة الشبع وإحنا في الطريق لازم ناخد مقونة معانا غزة وشرب أيوة جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق نمرة اربعة لو حبينا انتوه أو حاجات لنا متاهة عشان كده بيقول انضل يعني أنا ماشي أولا الطريق هو المسيح وانا قبلت المسيح وتعمت وبقيت مسيحي يبقى أنا دخلت ايه دخلت الطريق وزمان كان بيسموا المسيحية الطريق يمكن تشوفوا شاول الترصوص في سفر الاعمال خذ رسائل من رؤساء الكهنة علشان يروح دمشق يقبض يقبض على الذين يسلكون في هذا الطريق طريق المسيح أصل هو الطريق ده اللي ما فيه الشعيب عارف أطول مزمور طوبة للسالكينة في طريق الرب كاملين الطريق الكامل أنا سلكت فيه دخلت فيه هذا الطريق الروح القدس فيه أمور خلت عني ما تتركز على المسيح والشيطان بيظهر لي طرق كتيرة ومدام أنا مش مركز على المسيح ممكن أنحرف في طريق آخر وهو بيقول لنا ركزوا على الطريق وأكتر واحد أعلن الطريق التركيز على الطريق بطرس لما جاء قال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه كان موجود بتاعت 34-5000 مؤمنين بيه يقول من التلاميذ التلاميذ يعني مؤمنين بيه وقبلوه قال لا 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 كده زوتها من يقبل كلامه وإحنا أكلين جسد لحوم بشر ناكل لحم ابن الإنسان ويشرب دمه فيقول لك كثيرين من التلاميذ تركوه مش يوم ما فضلش غرمين لـ 12 كان ممكن يقول لهم يا جماعة تعالوا أنا لما أقول لكم إن لم تأكلوا جسد مش تأكلوا الجسد يعني تأكلوا لحم ده نوع تعبيري على إن تشبعوا بي وبصفاتي لا بصل للـ 12 وقال لهم إذا أردتم أنتم أنتم تمضوا تمضوا طلعت الجملة الجميلة من بطرس إلى من يا رب نمضي ما فيش و إلى من يا رب نمضي كلام الحياة الأبدية عندك يعني أنت كلام الحياة أصلي أنت الوانوي ملكش بديل ملكش إيه ملكش بديل فهو ده الطريق اللي بيقضن في الطريق الروح القدس لأن لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس بس بيحصل أحياناً لما عند الزوغ يمين أو شمال وأخطئ بطفي الروح ولما نشاغل بأمور الدنيا بحزن الروح مصلي فيه آتين آية قولها تحزنوا روح الله وآية قولها تطفوا روح الله إيه اللي يحزنوا المشغولية طب ويحزن ليه أصلي مركز على الأمور المنظورة على حساب الأمور غير المنظورة يعني جاي لك مكاسب مش ضرورة روح الكنيسة النهاردة الكنيسة تتأجل لبكرة تتأجل للأسبوع الجاي لكن ده رزقه جايني لا حق ربنا ادهوله حق ربنا ادهوله عشان كده بيحزن روح الله مع أن بولس الرسول عشان ما نحزنش روح الله يقول ناظرين إلى الأمور التي إيه لا ترى هو الأمور المادية مش خطية أنا لما اشتغل الأربعة وعشرين ساعة مش خطية لأن الإنسان اتخلق عشان يعمل بس يعمل اعمل فيما لله أولا وفيما لنفسك ثانيا ما تحزنوش وخصوصا أن ربنا ما ظلمكش يعني كان ممكن يقولك يومك أربعة وعشرين ساعة اديني أنا اتناشر ساعة وانت اتناشر ساعة وده حقك النص ليك والنص لي قال لا اديني العشر والتسعة عشر ليك ايه رأيك ظلمك ربنا عايز عشر وقتك يعني الأربعة وعشرين ساعة عشرهم ساعتين وربع ما تديش ربنا في اليوم كله ساعتين وربع منها صلاة منها تسبيح منها قراءة كتاب مقدس منها حضور أداس منها حضور اجتماع خلاص نيجي عند حق ربنا والأتعاب كلها تحل فدي بتحزن الروح بتحزن الروح الله عالم لا أنسى أن في واحد في وكالة البلح بدون ذكر أسماء أولاده ومراته كلهم عندي في الكنيسة خدام وهو ما يخطهاش فروحت سلمت عليه قلت له مش تجي الكنيسة مراتك عندنا خدمة ناشطة وأولادك وبناتك خدام ناشطين مش تيجي قالت طب مش هما بيروحوا بالنيابة عني قلت له المجر ربنا ما فيش نيابة عنك أنت مش عندك أنا مش بقولك تعال زيهم طول الأسبوع لا أنا أنا بقولك تعال قدس يوم الحد بصلي كده وقال لي ده انت طيب تقول لي ليه مش انت بتقفل يوم الحد قال لأنا بشتغل ست أيام ويوم الحد بروح أجيب بضاعة يعني البضاعة اللي بجيبها يوم الحد بصرف ها ست أيام أنا مش عارف يميني من شمالي ورفض ماش في الوكالة بعدها بعشر تيام بالضبط لقيت المحل مقفول هو قاله مالفلان قفل ليه قاله ده سافر فرنسا عشان يعمل عملية كذا 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 يا لما يجي لك مرض هيقضي على جسدك تسافر فرنسا وتقفل الدنيا كلها والخطية اللي هتقضي على روحك سيبها تفرع جواك وفي حياتك وتمشي بالكامل فيك ليه كده ليه كده الضلال يجي واحد ثالث يضل اه في الامور اللي هي شبعنا ايه هو الشبع المائدة مائدة الرب يقول هيا يأتي لي مائدة تجاه مضايقية خلي بالك ده داود اللي بيقول هيا يأتي لي مائدة تجاه مضايقية مين اللي بيديقوك تلاتة ذاتي دي نمرة واحد الشيطان نمرة اثنين العالم الشرير نمرة تلاتة بسر التناول بقول هيا يأتي ليه مائدة تجاه مضايقية بس خلي بالك سر التناول باستحقاق لان فيه فيه تحذيرات لانكم تناولتم جسد الرب ودمه بدون استحقاق لذلك يوجد فيكم مرضى كسرين وفيكم مرضى يرقدون خلي بالك مش يموت يرقد يعني يعني ينتقل السماء بس تتنهي رسالته في الارض بالنسبة البني اسرائيل المائدة اللي قال عنها داود هيأتي لي مائدة تجاه مضايقية في موضع اخر اللي تكن مائدتهم لهم فخ المائدة اللي هي سبب تنصرني على اعدائي لو انا استهترت بيها تبقى هي الفخ وحصلت حصلت مرتين تيتس الروماني في عيد الغفران هجم عليهم وهدقوا ورشاليم والهيكل وهما بيعيدوا وأنور السادات في عيد الغفران في 6 اكتوبر هجم عليهم والخط اللي كانوا بيقولوا عليهم مفيش قنبلة زرية تقدر تقتحم وخط برليف خرطوم الماء ينزل مش قنبلة زرية حسبوك لا بس الكنيسة الحمد لله من اللي هي حسبني ابونا وقف قدام ومديني قفاة يعني مش هيشفني دخلت امتى وبعدها ده راجل طيب لما ييجي اقول وانا اصلي جاي متأخر شوية يقول تناول خلاص طب اتناول اول مرة بس ابونا لما حتى لما يجي حدي وقلي اقول طب يجدونني فتبقى الصورة يا حبائي كملة الصورة كملة ادي هنا لما بيجي يوضح لنا ايها الاخوة انضل احد بينكم عن الحق اخر حاجة عن الحق كلمة الله كلامك هو حق سراج لرجلي كلامك لما بتوف الطريق ترجع للخريطة الخريطة توجهك ودلوقت في جي بي اس تكتب العنوان وهي مشيك يمين شمال يمين شمال لغاية ما يوصلك للهدف انا هدف المسيح انا عايز المسيح انا قصدي هو المسيح يا احباء عشان كده كلمة ربنا هي اللي بتنور اتقال عن كلمة الله كسراج في موضع مظلم كسراج ايوة ومن جمال طقس كنسيتنا عند قرية الانجيل بنولع شمعتين شمعة العهد القديم وشمعة العهد الجديد والشمعة دي مولعينها ليه عشان يقره ويشوف طبعا نركب كشاف ما الكشافات كترت دلوقتي هي الشمعة هتنور لا الشمعة بتلخص لك نور بتقول لك انت في دراستك للعهد القديم خلك زي الشمعة اللي بتحرق نفسها عشان تنور لغيرها نور لغيرك سواء كنت داخل القديم او داخل الجديد لان الكتاب كله موحى به من الله ونافع للتعليم والتهزيب وكله يبقى دول الاربع شهداء اربع حق عن طريق الحق فرده احد رده احد ايه رأيكو في دي الحمد لله انا لا امين خدمة ولا خادم ولا بونا انا انا مؤمن عادي لا ما فيش مؤمن عادي كل المؤمنين خدام الكنيسة علمتنا كده ان كل المؤمنين خدام يا احبائي وده اللي بيقوله ابونا في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تعملوا ايه تبشرون عملك التبشير قرد قصة عن احد الوزراء اتقدمت ضده شكاية ان كان عايز يعمل انقلاب على الملك فاتقبض عليه وحطوه في جزيرة من الجزر وبعدين اكتشفوا انه مظلوم بعد ما صدر القرار عليه بالاعدام فكل في احد القادة ان يلحق قبل تنفيذ حكم الاعدام عشان يقولهم اوقفوا حكم الاعدام وكان فاضل على حكم الاعدام يومين القائد اللي رايح كان بيكره الوزير ده فقعد يتلكك في السكة يتلكك لغاية ما وصل في اليوم التالت وكان الوزير قعدم فالقصة تقول مين المسؤول عن دم هذا الوزير اللي تلكح في السكة ربنا هيطلب دمه منه وهيطلب مننا دم الناس اللي جنبينا اللي ما بنقولهمش تعالوا الكنيسة انضل احد بينكم عن الحق فرده احد فليعلم فليعلم ان ما الرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفس من الموت خلص نفس من الموت اريد في مذكرات احد المبشرين الامريكان اسمه مودي رح قرية من القرى في امريكا وكلمهم عن الخلاص بعد ما اتكلم عن المخلص قال لهم هنتكلم عن طريقة الخلاص الحد القادم وتاني يوم قامت حريق اخدت تلت البلد فقعد يبكي مودي ويقول لنفسه يا مودي هو الخلاص بيتأجل الخلاص مايتأجلش ابدا عشان كده اللي يخلص نفس من الموت يستر كسرة من الخطايا الله يبارك حياتنا يحفظنا في الايمان يجعلنا ان نعيش المسيح يسوع ونتقابل برسالة بطرس الاولى المرة القادمة له كل مجد وكرامة الى الابد امين